أقبل الوليد بن المغيرة يوما إلى النبي صلى الله عليه وسلم أقبل مستهزئا ومعه عظم يابس ففته بيده بين يدي النبي عليه الصلاة والسلام ثم قال يا محمد أتزعم أن الله يحيي هذا بعد موته فقال النبي عليه الصلاة والسلام نعم سيحييه الله بعد موته ويحييك ويدخلك النار فأنزل الله تعالى قوله وضرب لنا مثلا ونسي خلقه قال من يحيي العظام وهي رميم قل يحييها الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم الذي جعل لكم من الشجر الأخضر نارا فإذا أنتم منه توقدون الله تعالى هو الذي يحيي من يشاء ويميت من يشاء تفارق الروح الجسد يقبضها ملك الموت فيموت سئل الإمام مالك قيل له هل يقبض ملك الموت أرواح البراغيث يعني البعور قال ألها روح ألها نفس قالوا نعم قال نعم يقبضها ملك الموت ثم ترى قوله تعالى الله يتوفى الأنفس كل نفس ذائقة الموت توفته رسلنا وهم لا يفرطون اشتركوا في القناة